ادعى الاحتلال قيام السلطة الفلسطينية بإجراء تعديل على المناهج التعليمية بشطب ذكر كل معاهدات السلام بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال وذلك بهدف إبعاد الأجيال الجديدة عن السلام كنوع من أنواع حرب الاحتلال على الذاكرة الفلسطينية والوعي لدى الأجيال الجديدة ممن لم يعاصروا زمن الانتفاضة ادعى الإعلام العبري قيام السلطة الفلسطينية إجراء تعديلات على المناهج التعليمية في المدارس من خلال حذف كل ما يتعلق بمعاهدات السلام الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم مؤكدة أنها لم تجري سوى تعديل على ألية عرض المعلومات بل وإنها ركزت على نقل كل مراحل التاريخ الفلسطيني بشكل دقيق وموسع ما يجد في المناهج الفلسطيني هو إذكاء للوعي الطالق الطفل الفلسطيني إذكاء الوعي الطفل الفلسطيني بالنسبة لهم قضية غير عادية التالي إما التشكيك فيها أو اتهامها بالكراهية أو اتهامها بالعنف أو إلى آخره من هذه التهم التي أصلا مجرد أن فلسطينيين سنتهم بالتالي قضيتهم هي قضية سياسية قضية غير أخلاقية هي قضية شكل من أشكال محاصرة القيادة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بالتعاون مع الأوروبيين مع الاتحاد الأوروبي مع الدول المانحة هذا التعديل الذي تحدث عنه الإعلام العبري شامل أيضا وضع اسم دولة الاحتلال إسرائيل بين هلالين ووصف ذلك بأنه يشابه إلى حد كبير طريقة لسان الانتفاضة وخطابات الأحزاب وعلى حد التعبير أن المراد من وراء هذه التعديلات إبعاد الجيل الجديد عن السلام ودعم طريق المقاومة فرضوا على الفلسطينيين في مناطق الثماني وأربعين أن يدرسوا قانون الدولة القومية أو قانون الدولة اليهودية هم يريدون حين يمتحن الطالب الفلسطيني أن يقول أن هذه أرض إسرائيل والحق تقرير المصير فيها للشعب اليهودي وبالمقابل يريدون مننا أن ننشر ثقافة السلام هم ينشرون ثقافة الكراهية ثقافة العنف ثقافة العنصرية نقل التاريخ الفلسطيني بكل مراحله بحد نظر الاحتلال إرهاب يجب إيقافه لكن انتهاك حرمة الصروح التعليمية في كل وقت أمر اعتيادي ولا يمت للإرهاب بصلة قلب للحقائق وتشويه صورة الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي ما يقصده الكيان بسياسته الاحتلالية من مدينة رامالة المحتلة حمد حسين رؤيا موسيقى